دورتان انتخابيتان خاضها الفلسطينيون منذ إبرام اتفاق أسلو وتأسيس السلطة الفلسطينية جابها خلالها الوسطان الرسمي والشعبي تحديات كبيرة فرضها الاحتلال الإسرائيلي لعل أبرزها مشاركة القدس المحتلة إذ يؤكد الفلسطينيون دائما على ضرورة مشاركتها وعدم تركها في فم الاحتلال فيما يصر الاحتلال على عزلها عبر إجراءات تتعارض مع التشريعات الدولية فكيف تجري مشاركة العاصمة تحت الاحتلال تتضمن اتفاقية المرحلة الانتقالية المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل والموقع في واشنطن في الثامن والعشرين من أيلول عام 1995 ملحقا خاصا يتعلق بالانتخابات الفلسطينية وتتعلق المواد من واحد إلى خمسة في الملحق الثاني من الاتفاقية بالانتخابات بشكل عام في حين أن المادة السادسة من الملحق تتعلق بترتيبات الانتخابات في القدس المحتلة وضمنت هذه المادة أن يتم الاقتراع في القدس الشرقية في مكاتب بريد تتبع سلطة البريد الإسرائيلية وعددها خمسة مكاتب تقدم خدمات تبعا لحجمها وقدرتها على الاستيعاب عام 1996 أجريت أول انتخابات فلسطينية عما تنافس فيها على المستوى الرئاسي كل من سميحة خليل وياسر عرفات وقد حسمت لصالحه أما على المستوى التشريعي فقد تنافس 672 مرشحا من 16 دائرة انتخابية من ضمنها دائرة القدس وفاز عنها سبعة أعضاء أبرزهم أحمد قريع عن حركة فتح وحنان عشراوي كمرشحة مستقلة وقد جرت باستخدام مكاتب البريد الإسرائيلية في العاصمة المحتلة وعمد الاحتلال إلى نشر إشاعات لترهيب المقدسيين من الانتخاب تتمثل بنيته حرمان الناخبين من مزايا هوية سكان القدس الزرقاء التي تضمن بقاءهم في المدينة في نهاية عام 2005 أعلن مسؤولون إسرائيليون عزمهم منع الانتخابات في القدس ترشحا وانتخابا متذرعين بالخشية من فوز مرشحي حماس واعتقلت سلطات الاحتلال كلا من محمد أبو طير وحنان عشراوي ومصطفى البرغوثي لدى محاولتهم إطلاق حملات ضد القرار الإسرائيلي وبعد تدخلات أمريكية وافق الاحتلال الإسرائيلي على إجرائها في مكاتب بريد القدس بأعداد محدودة أيضا إلا أن متحدثا باسم الشرطة أكد أن مؤيدي حماس لن يحصل على إذن كما تم اعتقال ناشطي الحركة وإغلاق مكاتب انتخابية تابعة لهم في القدس الشرقية خلال الحملة لم تنجد دورتان الانتخابيتان الأولى والثانية من تضييق الاحتلال على المقدسيين إذن إلا أن التضييقات هذه اتخذت أبعادا جديدة بعد اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل السلطة الفلسطينية قالت إن إسرائيل ردت على طلبها عقد الانتخابات المرتقبة في أيار المقبل في القدس المحتلة بضرورة الانتظار إلى ما بعد انتخابات الكنيسة وبعد ذلك قالت إن نتائج الانتخابات عقدت المشهد بما يجعل اتخاذ قرار مشاركة القدس صعبا وأضافت السلطة الفلسطينية أن إسرائيل ردت بالرفض الشفوي كما أنها رفضت إرسال رد مكتوب وبحسب لجنة الانتخابات المركزية فإن ستين فلسطينية من سكان القدس ترشحوا على ستة وثلاثين قائمة انتخابية ستخوض الانتخابات التشريعية إذا تمكنت الضهوط الدولية من إجبار سلطات الاحتلال على الموافقة على إجرائها في العاصمة المقدسة ترجمة نانسي قنقر